مشاهدين نستأنف هذا الأسبوع منافسة تصفية أسيا المؤهلة لمونديا لروسيا بإجراء فعاليات الجولة الرابعة جولة تشهد مواجهات مصيرية للمنتخبات العربية في المجموعة الأولى أوزباكستان صاحبة المركز الثالث في المجموعة تستضيف المنتخب الصيني الذي يمتلك نقطة واحدة فقط وفي المباراة الثانية معركة الصدارة منتخب كوريا الجنوبية يحل ضيفا ثقيلا على إيران أما القمة العربية الخالصة في هذه المجموعة فتجمع المنتخب القطري مع نظيره السوري وفي قمة عربية أخرى ولكن في المجموعة الثانية يحل المنتخب الإماراتي ضيفا على الأخضر السعودي أيضا مباراة أخرى مثيرة ستجمع منتخب الكانجرو الأسترالي وضيفه منتخب الساموراي اليابني وأخيرا المنتخب العراقي يستضيف نظيره التايلاندي وعينه على تجديد الأمل للحديث عن هذه المباريات وحظوظ عربي آسيا ينضم إلينا من جدة رئيس القسم الرياضي في جريدة عكاظ السعودية عادل النجار سيد عادل يعني نتحدث في البداية عن طريق العرب بالتأكيد في هذه الجولة جولة الرابعة أتي بالتأكيد مباريات متبينة ولكن كيف هي الصورة حتى الآن في التصفيات؟ هل تضحت صورة المتأهلين وصورة المودعين من هذه التصفيات؟ أول شيء أمسي عليك وأمسي على الأخر المشاهدين لا لسه مبكر نحن ما نقدر نجزم في هذه الأمور أن نقول أنه نعرف المتأهل أو حسمة الأمور لسه أبدري المتأهل لابد أن يجمع ما يتجاوز عدد نقاطه فوق 21 نقطة فالأمور لازالت غير واضحة لكن الثلاث جولات الأولى هذه هي جولات تحفيزية للفرق حتى يكملوا بنفس الدافع ونفس القوة للأمام الآن هي فرض هيمنة أكثر من أنها حسم الأمور بشكل مبكر جميل من المنتخبات من هي المنتخبات التي قدمت الصورة تعتبر أقرب إلى المثالية أو صورة قوية أثبتت جدارتها وتفوقها في الجولات السابقة ووضعت شبه قدم في نهائيات روسيا والله نشوف المنتخب السعودي وشقيقه الإماراتي هم الأفضل لحد الآن المنتخب الإماراتي عنده ميزة فاز على المنتخب الياباني على أرضه بينجوم هورو المنتخب السعودي قدم مباراة جدا كبيرة أمام المنتخب الأستراري وفرض شخصيته وهيمنته صحيح أنه خرج متعادل لكن كسب أشياء كثيرة في المباراة هذه عادت ثقة للمدرجة السعودي عادت ثقة بين الشارع الرياضي والمدرب عادت ثقة في اللاعبين الذين كانت عندهم حفوات وكان عندهم عدم رؤية واضحة للمستقبل المنتخب السعودي الآن كل هذه الأشياء عملت حافز كبير للمنتخب السعودي أنه يكمل بنفس قوة اللي ظهر فيها أمام المنتخب الأستراري نفس الشيء فرق النقطة اللي بين السعودية والإمارات هذا شيء محفز للمنتخب الإماراتي أنه لا زال يقدر يلحق بالركب خاصة أنه المنتخب الإماراتي تقريبا يكون انتهى من الأربعة أو الثلاثة الفروق المنافسة له في المجموعة اللي هي اليابان وأستراليا والسعودية صحيح فالمنتخب الإماراتي يطمح في مباراة الغد أنه يطلع بنتيجة إيجابية حتى لو كانت التعادل لأنه هو أصلا كسب مباراة خارج أرضه على اليابان وخسر صحيح أمام استراليا لكن كان مستوى مشرف الآن مباراة الغد تعتبر مباراة فرض هيمنة بين السعودية والإمارات في هذه المجموعة جميل نتحدث خطوة بخطوة ننتقل إلى المجموعة بداية مع المجموعة الأولى بالتأكيد والعرب المتواجدين في هذه المجموعة قطر وسوريا سوريا انتصرت في الجولة الماضية وقطر قدمت مستويات جيدة نوعا ما ولكنها دائما ما تخسر في الرمق الأخير من مبارايتها هذا يعني المنتخب القطري ترك أكثر من علامة استفهام بصراحة يعني التصفيات الأولية قدم مستويات جدا ممتازة وممتعة لكن ما حدث في الأول ثلاث جولات أعتقد أنه يعني الشيء كان مستغرب من كثير من النقاط خاصة أنه كانت قطر المرشحة الأولى من ضمن الكوريا وإيران حتى كان في المستوى الثاني بعد كوريا يعني إيران تيجي في المستوى الثالث في التوقعات لكن ما حدث شيء مستغرب إمكانيات عالية أعتقد أنه سوء الإعداد المنتخب القطري وقع في سوء الإعداد عدم اختيار المدرب المناسب عدم قراءته أو احترامه للفرق في المجموعة يعني أنصاغ وراءه أنه فريق متآهل بدون أي مجهود المنتخب السوري قدم يعني عاد ترتيب المجموعة بشكل جديد بفوزه على الصين أعطى أمل للمنتخب القطري أنه يقدر يلحق بركب المنتخبات صحيح أنه خسر ثلاث مباريات لكن عنده فرصة أنه يرجع ثاني أنه ينافس على أحد البطاقتين جميل يعني أيضا مواجهة قوية في نفس المجموعة أو في مجموعة المجموعة الأولى تحدث عن إيران وكوريا يعني اللقاء من الممكن أن يفيد بعضا ما التواجه بين المتصدرين في هذه المجموعة ولكن هنا الحديث الفرصة الأخيرة تعتبر لقطر في مباراة الغد وأيضا سوريا من الممكن إذا ما حققت الفوز في قطر من الممكن أن تعود من بعيد وتحقق علامة جيدة في ظل تواجدها في مجموعة صعبة صحيح المنتخب الكوري والمنتخب الإيراني سيكون قمة المجموعة الأولى الفائز فيهم سيقطع شرط كبير في المواصلة بنفس الدافع بنفس القوة المنتخب القطري أنا لا أجزي منه أقول أنه فرصة الأخيرة لأنه فيه فرصة للمركز الثالث فيه ممكن نتائج المباراة الأخرى تخدم مثل ما حدث في الجولة الثالثة سوريا خدمت المنتخب الأسبكي وخدمت المنتخب الإيراني والكوري فنحن لا نستطيع أن نجزم في هذه الأمور لأنه احتمال فارق البسيط هذا يحكم في الأخير المواجهات الفرق الأخرى فنحن نشاهد وحيشاهد المتابع العربي والخليجي بشكل عام أنه ستكون مباريات من مباريات الجولة الرابعة وحتى الجولة الأخيرة في التصفية ستكون حاسمة وجازمة صحيح أنه في منتخبات بدأت تظهر وتفرض هويتها لكن لا نستطيع أن نجزم أن هذه المنتخبات ستكون المتاهلة في المجموعات جميل جميل ننتقل إلى المجموعة الثانية بالتأكيد المجموعة التي سيتواجه فيها المنتخب الأخضر السعودي بالتأكيد مع الأبيض الإماراتي بالتأكيد مباراة هل تتوقع أن تكون حذرة من المدربين أم أن تكون هناك مجازفة من منتخب على آخر أبداً أنا أعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة من الطرفين الفريقين لديهم نفس الطموح اللي هو النقاط الثلاث الفريقين عندهم نفس البعد المستقبلي أن نبحث تحقيق النتائج مباراة لمباراة بغض النظر على نتائج المباراة الأخرى المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي يهمهم في الفوز في هذه المباراة والنقاط الثلاث صحيح 20% من عامل الأرض والجمهور اللي صالح منتخب السعودي لكن يوجد تكافؤ كبير في صفوف الفريقين نفس الهفوات الدفاعية اللي موجودة في المنتخب السعودي موجودة أيضاً في المنتخب الإماراتي المنتخب الإماراتي يعيبه اعتماده على عموري في صناعة اللعب فقط عموري إذا روقب بشكل جيد في المباراة تقريباً ينعزل خط الهجوم عن خط الوسط المنتخب السعودي عنده ميزة أن القادمين من الخلف هم اللي يسجلوا أكتر من المهاجمين سيتكون صراع الوسط هو اللي سيفرض أو فرض اسلوب بأول ربع ساعة وأعتقد أنه في أول ربع ساعة أو ثلاث ساعة سنشاهد فيها أهداف نتمنى التوافق للمنتخبين بالتأكيد ننتقل إلى المباراة الأخرى قمة في هذه الجولة بالتأكيد بين المنتخب الأسترالي والمنتخب الياباني من الممكن أن نشاهد أجمل مباراة في هذه الجولة بين المنتخب الأسترالي والياباني أعتقد أنها ستكون مباراة جميلة بقدر أنها ستكون مباراة تكتيكية خاصة أن المنتخب الأسترالي جاء من رحلة طويلة من السعودية المنتخب الياباني طالع من مباراة العراق وكانت مباراة قوية ما هي سهلة أعتقد أن هناك فرق الخمسة الأيام أو الأربع الأيام يعني بين المباراة الجولة الثالثة والرابعة فرق ليس كبير يعني ممكن يؤثر على أسلوب وأداء اللاعبين رغم أنهم في معظمهم محترفين في أوروبا لكن في كرة القدم مستحيل أن اللاعب يدي في نفس المستوى أكثر مثالات مباراة وربع فأعتقد أن المباراة ستكون حذرة المباراة ستكون تكتيكية بحثة نتيجتها بالغالب ستكون أكثر من فرق هدف أو هدفين كما كانوا احتكموا للتعادل والجميل في المباراة أنه ستقام بفارق توقيت مناسب يريح عصاب المنتخبين السعودي والإماراتي جميل رئيس القسم الرياضي في جريدة عكض السعودية عادل النجار شكرا جزيلا لك